بعد ما بتدخل بقى الكلاس ما بتقعدش قدام ولا في النوص انت الأفضل انك تقعد ورا حاول تقعد في مكان مش جنب حد من الطلب علشان خاطر تقدر تاخد النوتس بتاعتك براحتك من غير ما بيبقى احيانا في طلبك اللي عايزة نوتس جول كشكول تعرف انت بتكتب ايه فبالتالي يبقى انت واخد المساحة بتاعتك ومش عامل اي ديستركشن او اي تشتيت لحد من الطلاب اللي عندك علشان خاطر الطلاب اللي في الفصل ما يبقوش مشادتين بان انت بتعمل ايه والمدرس بيعمل ايه فالافضل ان انت تاخد اخر كورسي ورا او اخر ديسك ورا وتسيب الطلاب قاعدين مع المدرس براحتهم نقطه ثانية وهي انك تحاول تحافظ على تعبيرات وشك يعني فيه ناس بتبقى كل شوية بتدي فراونيك فيس كده وتبقى مكشرة الافضل ان انت تحاول ان تعبيرات وشك تكون دا عامة للمدرس ان انت تكون مبتسم له انه هو مثلا حتى لو عمل حاجه وتلغبط او توتر او كده وبعدين بتلاقي ديما المدرس بيبصلك كده اللي هو الان هتعمل ايه فيه على مواقف زي ده فانت وضح له كده انه مفيش مشكلة كمل بابتسامة لطيفة يبتدي حس ان اللي عمله ده خلاص مفيش مشكلة يقدر يكمل من بعدي من غير ما يتوتر ويبتدي يعمل اخطاء زي ده خلينا نتكلم في نقطه ليها علاقه بالنوتس اللي انت بتكتبها او الحاجات اللي انت بتكتبها والمدرس بيشرح احنا بنحاول نتفادى فكرة انه نكتب رأينا بشكل مباشر احنا بنحاول نكتب الموقف كما هو او اللي حصل زي ما حصل بالضبط وزي ما تقال بالضبط يعني مكتبش مثلا لو حصل موقف كا ان المدرس قال مين يحب يجاوب على السؤال اللي جاي ومن غير ما يقول السؤال ففيه طالب قاله بس احنا معرفناش السؤال الاول انا محتاج اعرف السؤال عشان خاطر يجاوب فبدل ما تكتب رأيك اذا كنت انت متفق مع الابروتش دوت او الطريقة دي او غير متفق اكتب الموقف كما هو يعني يقول مستر فلان قال كذا الطالب واحد من الطلاب رده قال كذا وبعدين سيب الجزء دوت علشان خاطر تسأل المعلم عليه بعد كده تقوله الموقف ده حصل بالشكل الفلاني انت شايف ايه رأيك او كنت حبيب اعرف السبب ورا تصرف زي ده او ورا الطريقة اللي انت استخدمتها في طرح السؤال فبالتالي هنا بدل ما هنجومت كونكلوجين او هنستنتج حاجات بشكل يعني مباشر بدون الرجوع للمعلم ده ونعرف ايه السبب ورا الطريقة دي نبتدي نستفهم منه اكتر عن السبب اللي هو استخدم به الطريقة دي في السؤال لان ممكن يكون وراها سبب زي انا كل فترة بحب اعمل سؤال كده فيه تحدي ان هما يتجرقوا ان هما يرفعوا اديهم وياخدوا السؤال اللي جاي حتى لو هما لسه مش عارفينه عشان واحدة واحدة يبقوا جريئين اكتر في التعامل مع الاسئلة وما يبقوش خايفين فممكن يكون فيه سبب ورا الموضوع بس احنا لو اتكلمنا بقى ودينا رأينا على طول ان ده هيخوف الطلاب او انت لازم تقولي السؤال الاول او مش عارف ايه ممكن ده يخلي المعلم يحس بالاحباط ان انا مش قادر اجرب حاجة جديدة او حاجة انا نياتي فيها كانت حاجة بعد ما بتخلص كتابة التحليل بتاع الدرس او تقعد الفترة اللي انت متفق فيها مع المدرس ربع ساعة او نص ساعة او اي ان كان الوقت حتى لو قادل حسة كلها انت بعد كده بتكرر انك تمشي في اي وقت انت هتكرر تمشي فيه ما يفعش تاخد بعضك وتمشي كده وخلاص يعني من الافضل ان انت يعني تقولي المدرس شكرا جدا على استضافتك ليا انا كنت سعيد جدا بوجودي معاكم ما شاء الله الكلاس رائع والولاد جميلة وانا كنت مفسوط جدا بالوقت اللي قضيته معاكم فيه وبعدين تقوله هستأذنك انا همشي علشان خاطر انا يعني فيه شغلة تانية او اي ان كان السبب اللي انت حابب تقوله او انا محتاجة مشي دلوقت مش هازم تقول سبب بس الفكرة ان انت بتبقى بتستأذن من المعلم قبل ما تمشي وتخرج من الكلاس فده هيدي للمعلم هيبة وبرستيج ان مش اي حد داخل خارج كده جوا الكلاس بتاعه وخلاص بدون ما يطلب رأيه وده هيحسس الطلاب ان انت مش موجودة علشان خاطر تفتش على المعلم ولكن علشان خاطر فيه حاجة انت كنت حابب انك تلاحظها او تشوفها بالاستئذان من المعلم او ان انت اخد منه البرميشن او صلاحينك كامل كده ترجمة نانسي قنقر